اللي استاني عن تجربة الغرافينج فاكشين انا شرحتها باستفادة في اكثر من فيديو لكن ارجع اشرحها 2 مرة لازم تعرف بعض الخطوات المهمة في التجربة هذه اولا لازم تعرف معانية خط المستقيم هذه لازم تكون حفظها ارجع واكتبها الواي يساوي ام اكس بلس بي طيب السؤال يا مصر انا ايش يساوي معادلة خط المستقيم لان يا طويل العمر والسلامة في كل تجربة في معادلة معادلة قانون للتجربة فانت لازم ترسم فلازم تحدد ايش الاعلى اكس وايش الاعلى واي طب انا كيف حدد الاعلى اكس كيف الاعلى واي عن طريق مساواة المعادلة المعطاة لك في التجربة مع معادلة الخط المستقيم هذا اول شيء شيء الثاني لابد من تحديد الرفس كيل ما هو الرفس كيل يعني ايش ايش الاعداد اللي احطه في الورقة الرسل المبياني حلوي طيب نبدأ اول شيء هذا القانون جدا مهم قلنا عليه معادة خط المستقيم في اكزامبل اول اكزامبل عندكم في التجربة الاولى اعطاك قانون هوك قانون هوك الحساب الاستطالة معين من تفاصيل اعطاك هذا القانون في كل التجربة يعطيك جدول جاهز ويطلب منك ترسم يطلب منك اول شيء حدد ايش اللي على اكز ويش اللي على واي ومقاس الرسم على اكز ومقاس الرسم على واي ويعني اللي حيطلب منك اول شيء قانون تحفظه بعدين ايش اللي على اكز وايش اللي على واي بعدين الرفس كيل الرفس كيل على اكز والرفس كيل على Y بعدين خطة اللي بعدها الرسم بعدين تجيب الميل الميل تختار نقاط من عندك السلوب بعدين نسبة الخطأ في كل مسألة في كل معادلة في كل تجربة طيب أول شي الخطة الأولى تشوفها نيش مساوي حطاك جدول وذكر لك تحت الجدول في أول شي قال لك جيب هذا العمود هذا ما كان مكتوب هذا العمود عبارة عن قانون قال لك عبارة عن حاصل ضرب الماس في تسارع جاذبية علما بأن تسارع جاذبية تسوي 10.8 حلوين فيما تسوي الماس يعطيك هنا جاهزة هذا الصف الأخير ما كان مكتوب بكل مفرد تضرب الكتلة في كل عمود في تسارع جاذبية مثل عني 0.12 لنجي مثلا لأول خانة 0.12 في 9.8 لما تضرب حطالك تقريبا 1.18 أنا قربتها خط رقم 1 بعد الفاصلة ما تبتقرب خليها نفس الشي هنا العمود الثاني تضرب تضرب M في تسارع جاذبية حتى لك هذا الجواب قرب بكيفك أنت بقرب خط رقم 2 بعد الفاصلة أنا قربت بكيفي طيب هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أول شيء لازم أحدش على X وش على Y فشوف أنا قربت معادة الخطة المستقيمية Y تساوي M X بإذن هذا حفظها خاص وأشوف المعادة المعطية المعطالية في السؤال وفي التجربة في الاستبار تكون حافظها على أغلب الظان القانون عنده قانون هو QF يساوي سالب K في X يلا ركز معايا رح تساوي الطرف الأسار معطل الفرسان الطرف الأسار في المعادلة هنا F يساوي Y في الطرف الأمين عندك KX عندك متغير KX طيب يعني عندك هل تختار هذا المقدار ولا هذا المقدار هتختار المقدار المضروبين في بعض أما اللي بعد علامة الزايد المقطع الصالي ما عندك ال Y انترسكشن فايش هتلاحظ انه ال X شوف ركز معايا ال X يكافيها X وال Y وال M هنا يكافيها السلوب يعني دائما ال M والسلوب اذا ايش لاحظنا شوف لاحظنا انه ال F على محور Y رح أرسم الفرس وعلى محور X رح أرسم X اللي في الجدول واضح بس هذه هم نقطة لازم تعرف لازم تحديش على X وش على Y طيب والسلوب والسلوب هو ايش الكي مهينة من المساواة الميل هو K سيبك من السال ما عليك منه طيب الجدول عندك اكبر قيمة في الجدول على X كم 1.4 واكبر قيمة على Y هي force كم 3.9 الرفس كان يقول لك انك تاخد اكبر قيمة عندك في الجدول على عائد المربعات انت الان عندك ورق الرسم البياني في مربعات كبيرة واضحة وبين كل مربع كبير في مربعات صغيرة كذا انا لازم عشان ارسم لازم اعرف المربع الكبير هذا اللي بالازرق كم يساوي الواحد فلما تجي تعود انت عندك ورق الرسم البياني تقريبا عندك ورق الرسم فيه تقريبا 20 مربع او حسب 20-15 عليك انت خذ بكيفك خذ الارقام مناسب يعني تقول هل في شيء محدد لا اما تاخذ 10 او 15 او 20 مربع لا يفضل انك ما تاخذ اقل من 10 10 رسم يكون واضح ما تحس في الرسم اذا القاون سيكون اكبر قيمة على عائل المربعات انا اخترت 10 اختار 20 اختار 15 اختار لا المقام هذا انت يرجع لك حسب مقياس الرسم اللي تختار واخدت اكبر قيمة على وي الى 3.9 لاحظ قسمت على 10 لما قسمت طالع عندي بالآلة 0.14 انا طالع عندي على اكس تمام لاحظ انه تلاحظ انه بين هذا القيم و هذا القيم 15 0.15 فانا قربت ل 0.15 صح ما في شيء تعال على وي لما قسمت اكبر قيمة على وي 3.9 على عهد مربعة 14 فزور من 39 تعال انت على وي لاحظ انه فيه مثلا واحد ونص تمام فانا اخذها نص عادي ايش المشكلة دم فيه نص اخذ نص انت بتخليها 0.4 قرب انا بس انا احب اخذ مضاعفات العشرة يعني 5 10 15 اسهل لي في الرسم 0.15 0.10 مضاعفات الخمسة سواء كانت بفواصل او غير فقرب 0.39 قرب 0.5 هذه ما في شي تبتخلي 0.4 ما في شي اذا كل مربع على اكس 0.15 كل مربع على 0.5 طيب هذه الخطوة هذه الخطوة ترسم كيف تيجي الان ورقة ترسم بيان عندك تحدد لازم تكتب اشأل وحداتها لازم تحدد كل شي هنا تقول اكس وحدتها متر تجي هنا وفوق تقول اف وحدتها نيوت تعال تلي خلاص مقياس الرسم عندك على اكس 0.15 اول شي 0.15 بعد هذه الخطوة طويلة 30 45 10 10 مربع تختبت الى 10 بالآلة بعد على نص 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 واحد واحد وهكذا الى 5 10 مربع الان تجي ترسم كيف ترسم خذ اكس واحد مع اف اول واحد ما صار اه واحد بوينت اثنين اه 0.30 مع واحد بوينت اثنين اه على اكس 0.30 يعني هنا تجي بالمصر اينت عشما تلخبط كده خط وهمي بعد كامل الثانية قلنا واحد بوينت اثنين واحد بوينت الرسم يعني في نسبة خطها ما في شيء عادي واحد يعني بيناتهم قليل يعني تقريبا هنا تحط نقطة وتكمل ذاك تكمل 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 خمس قرر طيب الان بما انه ما عندي حداث ما عندي مقطع صاري فترسم من الصفر تجيب المصر عندك ركز معايا رسمي على ورق ليس دقيق يمكنك رسم ورق بين الرسم يكون دقيق تجيب الان انتهينا من نقطة الصفر تحاول ترسم خط يمر بالنقاط الرسمتها السؤال هل كل النقاط يجب تمر على الخط لابد ان تور اقل شي نقطتين الى ثلاث نقاط في الخط انت رسمتها اذا اقل من كده غالب الرسم سيكون غلط اعيد لابد ان يكون نقطتين او ثلاث يتمر على الخط من مجموعة النقاط غالبية النقاط يعني عشان رسم تكون صح تمام لو نقطة خط نقطة واحدة من ستة خط فهم كيف نسبة تناسب هذا الرسم باقي انا اجيب الميل الميل تختار نقطتين غير النقاط تاخذ اي نقطة نجيب مصطرة تمام اختار مثلا نقطة هنا مثلا هنا شوف ايش هاد على اكس هاد على دام تاخذ نقطتين بعدين كبير وصغير بعد لما تختار سيكون الوايات واي تون اقص واي وان اكس اقص اقص هذا نقطة سميها واحد هذا نقطة سميها اثنين خلاص فيها هنا اكس واحد هنا واي واحد هنا عندك اكس اثنين واي اثنين اهو اخترت النقاط تمام طلع المال عندي تقييمة ثلاثة بوين سبعة 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 انا رأس قلت لك بك ان يكون اقرب عندكم اربعة بوين واحد هيكون ثلاثة فاصل تسعة تمام كلما قريبت من القيمة صحيحة تبع نسبة الخطأ الآن لازم تجيبها سيكون القيمة النظرية اللي معطيك في السؤال أربعة بوين خمس ناقص القيمة العملية التي طلعت هذه ثلاثة بوين سبعة على النظر في مية ركز معايا اذا كان نسبة الخطأ عندك اقل من عشرين في المية انت في السيف سايد كلما قلت قربت من صفر حل لك صح اذا كانت ثلاثين في مية وفوق فحل قلب الحكم خط واضح الفكرة